افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودا أعمال تطوير سقالة خليج نعمة وذلك تزامنا مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في السادس من نوفمبر المقبل يأتي افتتاح مرسى خليج نعمة بعد التطوير ليكون أول مرسى سياحي خاص تأسس عام 1984 بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مراكب الغوص ومراكب النزه واليخوت الخاصة والسياحية وهو يعتبر أقدم مرسى يخوت بمدينة شرم الشيخ خليج نعمة ده من أقدم الأماكن السياحية في شرم الشيخ والسألة دي من أقدم السألات اللي كانت في شرم الشيخ النهاردة احنا بنقول بنطور الخليج كله زي ما انتوا شفتوا بنطور خليج نعمة بالكامل الشوارع المحلات تنمية اليوفط الإضاءات اللون المنظر ساهم المرسى في تنمية وتعليم رياضات الغوص بالإضافة إلى فتح سياحة الغوص واليخوت الخاصة من جميع أنحاء العالم بجانب القيمة التاريخية الكامنة في هذا المشروع حيث يحتوي على العديد من الخدمات والأنشطة السياحية المكملة بالإضافة لليخوت السياحية طورناها لتكون موجبة للمواصفات البيئة اللي هي النهاردة المؤتمر اللي احنا بنضعو لي عشان العالم كله يشوف أن مصر جميع المراسي بتاعتها والمغاني بتاعتها مطابقة لجميع المواصفات العالمية لتقدر تستقبل بيها اليخوت ورياضات الغوص والسنوركين في خليج نعمة بالكامل يتزامن افتتاح مشروع تطوير مرسى خليج نعمة مع خطط طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرصها على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية في ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ كوب 27 الشهر المقبل أحمد الحسيني التلفزيون المصري